في بريطانيا شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا يا فندب خلونا بقى نروح ليه الموضوع اللي دايما بحب أتكلم عنه طوال الامتحانات بتاعت السنوية العامة بس الحقيقة علشان الضغوط الكثيرة اللي احنا بنعيشها وضغوط الحقيقة اللي احنا تبعناها مع حضراتكم في مسألة السنوية العامة النهاردة الحمد لله كان بقى نهاية مرس الامتحانات السنوية العامة بعد 40 يوم من الامتحانات ايام عصيبة طبعا زي ما قد نقول سواء على الطالب او على الاهالي ان يكون في واحد في الاسرة عنده سنوية عامة ده ضغط نفسي وعصبي كبير جدا النهاردة طلاب علمي رياضيات انهوا امتحان السنوية العامة النهاردة وضبعا كان عندهم فرحة كبيرة زي اللي عملوه طلاب ادبي وعلم علوم يوم الاربع اللي فات كانت رأيهم في الامتحان النهاردة كان مادة ديناميكا كانت سهلة لحد ما في نظر كتير من طلابنا واللي عبروا عن فرحتهم زي ما حضراتكم شايفين كده بالامتحان وباليوم الاخير ليهم في المدرسة موقع المصري اليوم اختار عنوان حلو جدا لطيف يعني وكتب فركش سنوية عامة رأس وزغريد في اخر ايام مرس الامتحانات مسك الختام طلاب عبروا عن سعادتهم بنهاية الامتحانات مهما كانت النتيجة اللي منتظرينها دايما احنا في اخر يوم الامتحان بنبقى خلاص مش يعني الطلبة مشارق معاهم بقى هو ايه اللي هيحصل موقع اليوم السابع ايضا نشر خبر عن سهولة الامتحان وكتب مسك الختام فرحة بين طلاب السنوية العامة لسهولة امتحان الديناميكا وبيأكدوا الاسئلة مباشرة في مستوى الطالب المتوسط ووزارة التعليم بتطبط المسؤول عن تصوير الاسئلة والحرمان من النجاح لكل الغشاشي الحاجات المهمة اللي حصلت النهاردة هو بيان وزارة التعليم على الخطأ اللي حصل في واحد من الاسئلة موقع صدى البلد نقلت عن الوزارة وكتبت خطأ بسؤال في امتحان الديناميكا للسنوية العامة والتعليم بتمنح درجته لجميع الطلاب موقع الوطن كمان الحقيقة تناول نفس الموضوع وكتب التعليم منح درجة سؤال كامل في امتحان الديناميكا لجميع الطلاب الطلاب والأسر كمان كانوا مهتمين بمادة الديناميكا وعبروا عندها على مواقع التواصل الاجتماعي كتب ايمن العدوي على فيسبوك وقال مش كفاية وهو طبعا بيقصد على فكرة المنح الدرجة فبيقول مش كفاية لازم اللي حط سؤال الديناميكا يتحاسب كمان محمد عادل كتب بوست ايضا على فيسبوك وقال اصبح مجرد انتهاء الامتحانات له احتفالية لهم حق بعد ضغوط عام كامل على الاسرة باكملها يعني اكيد الله يكون فعونهم يعني على الجو اللي احنا فيه ده وده كان بوست كتبته هناء دسوئي بعد امتحانات النهاردة رحلة السنوية العامة الشقة على مدار سنة كاملة بتعيش الاسر فيها في حالة يعني التراب بتحاول انها توفر لولادها جو مناسب علشان يقدروا انه هم يعني يواجهوا صعوبة سنة كاملة بتحدد مصرهم الدراسي ربنا ينجحهم ان شاء الله خلونا بقى نروح لموضوع اخر لان الحقيقة ده من الموضوعات الامبارحة احنا اتفاجئنا بيها ليلا صعبة مرت على اهالي منطقة حارة اليهود بمنطقة الموسكي في محافظة القهرة موسيقى